شاهدين المفاق الخير على كل المتابعين في كل مكان برنامج من أول السطر موضوع حلقتنا النهاردة هيكون خاص شوية بكبار سنة الموضوع بتاعنا النهاردة هيلمس الأبناء أكتر ما يلمس الناس الكبيرة طول الوقت فضلت أفكر كده شوية حصل لي موقف ما كنت ماشية في الشارع ومن على طريق المترو كده ويقابلنا طبعا ناس كتير جدا بلا مقوى ناس بتكون كبار سنة وما لهمش حد يرعاهم ولا حد يهتم بيهم بيكونوا نايمين على الرصيفة بيكونوا نايمين في الشوارع ممكن حد مننا يكون بيتصادف بينهم يديلوا جنيه ويمشي يديلوا أكل ويمشي فيه ناس كتير مننا قوي لما بتشم الريحة بتشمئز شوية وفيه بنات كتير قوي بتقرف ولأ والموضوع بيقصر قوي على نفسيته ما خدناش الموضوع بمحور تاني الناس دي قعدة هنا ليه الناس دي بتعمل هنا ايه الناس دي فين أهليها فين بيوتها ما فكرناش ولو واحد في المياه ان احنا نوقف حتى وناخد بخطرهم او نتكلم معهم او نتصور معهم في وسط الزحمة بتاعت الحياة في وسط المشاكل بتاعتنا واحد بس هو اللي وقف وكرر ان هو يتكلم مع الناس دي انا من وجهة نظري محتاجين كتير قوي زي الواحد ده لو الواحد ده وقف مع اكتر من الالاف او اكتر من الملايين اللي موجودين في البلد دي هنعيش فعلا في بلد بدون تشرد بدون ناس قاعدة في الشوارع مش لقى تاكل مش لقى تلبس مش لقى امرأة النهار ده موضوعنا هيتكلم عن المشردين المشردين بلا مقوى المشردين بلا رعاية الواحد اللي انا بتكلم عليه الشخص اللي قرر ان هو يقعد في الوقت ده ويقعد يتكلم معاهم ويدبلهم اكله وكمان يسمع مشاكلهم كان اسمه المهندس محمودي المهندس محمود ده قرر ان هو وهو ماشي كده ما يديش لقمة ويمشي لا عايز يعرف الناس دي بتعمل ايه هنا لما قعد وسمع مشكلة الناس جي في دماغه حاجة معينة قال طب احنا ليه ما عندناش دار بتاخد المشردين دي من الشوارع دار زي دار مسنين زي دار ايتان ليه ما فيش رعاية او الدولة ما بتهتمش بالناس دي ليه عندنا شحاتين ليه كل هدفنا بس ان هما متساولين المهندس ده فكر في فكرة حلوة جدا كان اول واحد قعد معي كان للأسف بيموت ولما قرر ان هو ياخده ويجري بيه على المستشفى المستشفى رفضت ان هي تاخده عشان ما معهوش طبعا اوراق ولا مع اي حاجة هو فكر بجانب انساني ولكن المستشفى فكرت بالجانب الاوراق بالجانب الرسميات شوية هو قرر من ساعتها ان هو يعمل مؤسسة معن لانقاذ انساني المؤسسة دي ملهاش اي اهتمام او اي رعاية من الدولة المؤسسة دي كانت واقفة على شخص واحد بس وهو المهندس محمود قرر ان هو يجمع تين خفيف كده جدا ولطيف التيم ده كله كان شباب الشباب دي قررت ان هي طرع الناس الكبيرة مش عارف ابدأ الموضوع ازاي الموضوع بس لمشني شوية فاعذروني بقى خلينا نتكلم بعيد عن المؤسسة وبعيد عن المهندس محمود نتكلم بجانب انساني شوية الانسة اللي بتتفرج علي او المدام اللي لسه متزوجة وشايفة ان موضوع حماها ان هو يقعد عندها الموضوع كبير قوي ومش عارفة طرعاه البنوتة الجميلة اللي عندها ماما كبيرة ومش قادرة ان هي تهتم بيها واول ما تجوزت باي باي يا ماما مع السلامة فخلاص بقى الناس دي بتروح فين الناس دي بتعمل ايه الناس دي بتاكل منين مناش دعو طيب مين اللي ربانا مو اكيد احنا برضو مكبرناش كده مرة واحدة اكيد هما مولدوناش وسبونا كده نتربى لوحدنا كان فيه رعاية على فكرة وكان فيه تمام وكان فيه مشاكل كتير وعد عليهم سن المراهقة بتاعنا ويعالجوه وشافوا حاجات كتير جدا منا هم قدروا يستحملونا على المراحل البعيدة احنا مش قادرين نستحملهم على المراحل البسيطة اللي قاعدنا في الحياة مش قادرة شيل حماية يقعد معايا شوية في البيت بقوله لنا لباباك في البيت لا هو الراجل المحترم اللي بتفرج علي النهاردة هي لو قالت لك لنا لابوك في البيت قول لها ابويا قول لها ابويا عشان انت طبيعي لو ملكش خير في ابوك وملكش خير في أهلك مش هيبقى لك خير في مراتك المدام المحترمة اللي بتقول معلش يا ماما انا أسفى مش هقدر أرعاك عشان جوزي مش قادر أقولك غير ان انت ما تمرش فيك التربية دي حقيقة ما تمرش فيك رعاية أمك وأبوك لك ما تمرش فيك استتك كبيرة اللي قاعدت تعاني على مدار حياتها عشان تهتمي بيك بجمعاتك بمصارفك بكل اتزاماتك اللي هيرد عليها وهيقول لي معلش مشاغل الحياة وعندنا ولادنا وكفايا ان احنا نرعاه ايه المشكلة لما تعتبر أمك وأبوك من ضمن الأولاد ايه المشكلة لما تصرف بس تتراعي مش كل حاجة فلوس يا جماعة والله ممكن زي ما قلنا كده في حلقة من حلقتنا جابر الخواطر على الله نجبر بخاطر بعد شوية طيب نرجع تاني بقى الموضوع حلقتنا مؤسسة مع الإنقاذ إنسان الشباب هناك كلهم شباب بلاستثنى حتى باش مهندس محمود رئيس المؤسسة برضو شاب الناس دي بقى فقط توقعاتي خالص زي ما قلت كده المدامن مش قادرة تراعي حماها او مامتها او او خالها او ايا كان من قابر السن الشباب دي بقى هناك بتراعي كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها بتراعي كبار السن بتراعي ناس جاية من الشارع كلها سواد ناس احنا لو معدين من جنبهم الريحة مش قادرين نشم الريحة مش قادرين يجوا جنبينا لأ الناس دي بتراعي الناس دي بتاخدهم بتعملهم نظافة شخصية بتعملهم شك اف بتحليل كاملة بتهتم بيهم رعاية كاملة بتأكلهم وبتشربهم وبتغير لهم وكل حاجة ما فكروش وهم بيشولوهم إن هم عندهم أمراض ممكن تعديلها ما فكروش وهم بيشولوهم إن ممكن حاجات كتير قوي بقى تحصل لهم والروايح والكلام ده هم فكروا بس حاجة واحدة بس اسعاد الناس دي فكروا إن الناس دي عايز الليها مقوى فكروا إن الناس دي عايز الليها مكان فكروا بحاجة واحدة بس الناس دي زينا زيهم مش مجرد بس كلام بنتلع نقوله ونعمل شو على الفاضي وفي الآخر بلدنا زي ما هي كلها مشاردين مش هنقول كلها نصها معظمها آلاف منها مش ملايين ليه يكون عندنا بلد فيها مشاردين ليه يكون عندنا ناس بالمنظر ده ما فكرناش في مرة كده ان احنا نقعد نهتم بيهم فكرناش نطب طب وفكرناش نراعي مش قادر يقول غير ان احنا بقى عندنا حاجة كده من اللوعي بقنا عايشين بس على التنمر بقنا عايشين بس على التحرش الشباب المحترمة اللي بقى كلها همها دلوقتي ان هي تتكلم وتشاير على الفيسبوك وموضوع زلابيا اللي احنا شايفينه من يومين اللي عمل ترند واو طب ما وممكن ننزل المؤسسة دي ونعمل ترند واو برضه بس ترند بجد ترند من القلب ترند من قلبي هيوصل لقلبك الناس دي من حقاها ان هي تعيش في حياة كريمة من حقاها ان هي تلبس وتاكل وتشرب هتقول ليه طب ما اهلها رموها واحنا نبقى اطيب من اهلها اوه على فكرة الرحمة من عندي ربنا بتتحط في اي قلب مش لازم عشان اكون قريبك اكون حناين عليك في مشاكل كتير قوي بتقابلنا مشاكل الورثة مشاكل الاخوات حتى الاخوات ما بقيتش بتحب بعض مش لازم عشان اخوك اكون بحبك بس في كل ده ربنا بيبعث لنا انسان ممكن ما يكونش من دمي بس بيحبني جدا المؤسسة دي انا لقيت فيها اللي انا بتكلم عليه ده انا نزلت بنفسي وشفت مش عارف اقولك واي مش عارفة موضوعي هيخلص لحد فين بس انا بجد نفسي ان انا في يوم الايام اعمل حلقة عن دار كبيرة بترعاها الدولة وبتاخد المشردين دي هي اللي بتلزمه الناس دي مطالبها قليلة جدا مطالبها بسيطة قوي حلمهم كله وانا بتكلم معهم هناك في الدار ان نفسهم بس في مكاني لموه ولا اكتر ولا اقل معينا المكلمة ونرجع نكمل تاني الو 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 السلام عليكم عايكم السلام منجم حقيقة وطي التلفزيون ماشي خلاص انا وطيت اقول لحضرتك حاجة انا هقولك حاجة عن حماية وجوزي اتفضل وحضرتك بقى تمسلحين يا نعمل ايه اتفضل تحت امرك انا دلوقتي الجوزي بيقبض يعتبر يعني بيقبض تلات تلاف في الشاش وحماية بيقبض معي الشجارة بعد تلاف جنيه وجوزي بياخد فلوس من وراية ويروح يدى لهم انا طبعا فلوس مش مقبضياني تمام فكده انا حرام علي لو منعت ان هو يديرهم ولا حلال عشان انا مش عارفة بس هو مع العلم ان حماية وخماتي بياخدهم معاش حلو يعني معاش يقبضيهم وفيش اللاهية وهو ونعيش في شعب الاجار وبدفع فمسير وكهربة ومية ونغي يعني وترفض قوت الحياة وكده تمام انا كده مش عارفة انا كده حرام علي ولا حلال حضراتك عندك كم اطفال لا انا بلسه معايش يعني ربنا ما رفعنش بالاطفال شعب بعمل اعمالي تحاني مجاري وكده بإذن الله ربناك رينك طيب التلات تلاف اللي هو بياخد القبض بتاعه اللي بيدي الحماكي او لحناتك من وراهم بيديهم كام بيدي من ورايا لا انا صراحة وفي عده ساعتي ديوم ألف حتى ديوم خمسمية وبيجيبلي القبض ناقص بس انا كتشفات تمام ميش تفضلي حضراتك وهارد عليك تحت امر ميش مبدئيا انا ما ينفعش اقول حرام ولا حلال لان انا بشر عادي انا ولا دار افتة ولا اظهر ولا اي حاجة فانا هتكلم بالجانب الانساني بتاع حلقتنا النهاردة المدام اللي اتكلمت وزي ما حضراتكو سمعته المشكلة انا هرد بس بمنطق من وجهة نظري حضراتك دلوقتي بتشتكي ان هو بيقبط 3000 جنيه وبياخد مبلغ من وراكي بيدي لحماتك وحامك تمام انت بتشتكي ان طبعا الحياة وما بتكفيش والمصاريف والكلام ده كله على الرغم ان ما فيش اطفال وما فيش التزامات اللي هي الاجباري لنا طيب ما تيجي تغضيها بجانب تاني لو يعرف واحدة عليكي انا اسفة طبعا في اللفظ اللي انا هقوله بقى لو هو بيعمل حاجة غلط من وراكي ويعرف واحدة عليكي وبيصرف عليها الفلوس دي هتعرفي؟ مش تعرفي بجد مش تعرفي؟ خلينا صورحة شوية واللي هيقولي لأ جوزي بيحبني ومش هيخني لا هو مش هيخونك عشان جمالك لا هو مش هيخونك عشان بيحبك والراجل طمار عايز يعمل حاجة هيعملها لو بيموت فيك هيعملها ولو بترقبيه بالدنيا كلها برضو هيعرف هيعملها يبقى احنا نهدي الدنيا شوية على بعض خليكي كده يعني خديها من ناحية تانية ما تيجي انت كده تجربي بدل ما يديهم من وراكي يقولي له ايه رأيك تعالى نروح لبابا وماما النهاردة نجيب لهم حاجة وحنا راحون بقولك ايه يا حبيبي الفلوس النهاردة كتير وربنا كرمنا ما تيجي انيديهم كده حاجة ويدعولنا على فكرة المتين تلتميت جنيه ولا الالف جنيه اللي هو بيديها للحاجة وللحاجة مش الواو خلي بالك شو ما دول اللي هيعايشوا برضو ربنا ممكن يرزقنا بفلوس كتير قوي بس تلبيت ما فيوش ردة الفلوس كلها هتروح الطمع والعين والجشع وكل حاجة احنا مش حمدين ربنا عليها زي ما بتيجي زي ما بتروح وبنلاقي الفلوس في الاخر ما فيهاش برك وكتير جدا مننا على فكرة اه ممكن ما انا ممكن ما امسك فلوس كتير جدا ولا ايها بتتصرف مني من لا شيء اقولي الفلوس ما فيهاش برك فيا حبيبة قلبي مني ليكي خديني اخت خديني صاحبة انا بقولك والله بجد الفلوس اللي بيديها لحماكي او لحماتك ممكن هي اللي مخلية الرضا في البيت بينك وبين جوزك ممكن دعوتهم هي اللي بتشفعلك لأي مشكلة بين كنتو اللي اتنين هوني على نفسك وهوني على جوزك حتى لو انت حاسة ان الالف جنيه دي هي اللي مقصرة في البيت قولي يا رب ربنا مش هيسيبك مش هيسيب حد بس فكري من ناحية تانية لو انت والدتك موجودة وانت معاك وربنا كرمك حتى لو خمسة في المية مش تديها واحد في المية هتستخسر فيها هو كمان ما قدرش يستخسر فيها انه ام وقب انت لما ربنا يرزقك بأولاد وان شاء الله يرزقك وتكبري هتقدر ان انت تنزل تشتغلي حتى لو قدرت تشتغلي على فكرة هتحس ان الجنيه اللي ابنك بيدهولك ده ليه فرق تاني خالص هتحس ان ليه طعم تاني خالص صمارتك طرحت قدامك هي اللي بتدي دلوقتي زي ما قلتلك كده حوني على نفسك ربنا مش هيسيبك ولا انت ولا جوزك حنني عليه هو وأهله وان شاء الله ربنا يجازكي خير على اللي انت بتعمليه وانت على فكرة من جواكي طيب والله انت صوتك كله كان طيب انا عارفة انت ممكن بس تكوني محتارة شوية بس ما تسمعيش للغير تخليش حد يصلاتك على اهل جوزك ويقولك لا وهو يديلهم ليه انت اولى الجنيه مش عارفة ايه الكلام ده كله قلولهم الحمد لله الحمد لله دائما وابدا معينا مكلمة استاذ محمد ألو سلام عليكم عليكم مسكلا متفضل والله انا في حاجة بالنسبالي كده وغدبالك يعني في حاجة عمومي كان حصل في حاجة بينيبانك كده وتوفي البقاء لله يا فن متفضل او بنيبان جهات اه واجتي كانت رحت عمرة اه عمرة مرة فراحت يعني بالسلامة و اه و اه و رجعت بالسلامة وجيت بعدها في شهريا احب تروع عمرة تانية بقولت لها يا امي خليكي اه خلي فلوس معاكي اه وهي ستمرد السكر خلي فلوس معاكي فربما تحتاجيها بقاء مثلا ولا كذا ولا كذا ولا كذا جيت لا هروح انا قلت في انا شغاف في القهر حاليا طبع وكنت في القهر فكلامت على التليفون وقلت لها يا امي خلي الفلوس معاكي وكذا 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 جيت لا هروح راح توقيت الجواز بتاعها لشركة السياحة وشركة السياحة خدت منها الجواز وخدت منها الفلوس طبع لما لقيت الموضح كده ان هي خلاص نوة ان هي السافر فروحت اه اه نازل من القاهرة اه قلت اسلم عنها فروحت سلمت عليها والدتها اللي فيها النصيب والستة سافرت بالسلامة طبعا اليوم اللي رجعت فيه من السفر اتوفت فيه لان رجعت من السعودية اليوم اللي رجعت فيه اتوفت فيه وانا كنت برضو كنت توقاهر رجعت القاهرة على شغلي طبعا انا يعني لما رجعت للسعودية وقالوا ان هما كنت توقفت انا انا مش عارك انا مش عايز اوصيش مكان جواي واخدارك ان انا ملكو الطرفات ان هي تسافر سعودية وكذا وكذا عشان خاصة القلوس تخليك تخليها معاها عن الساس ان هي تصرفها على مثلا على عشب تاحها فنزلت على وفاة نزلت شفتها يعني مرضتش خلوه ما طلعوها غلي ماء مش شفتها شخصيا وقعدت احب فيها وقال لها سبحيني لو انا كنت زعلتك ولا كذا ولا كذا ولا كذا فانا عايز اعرف هي اقراضي عني وانا زعلانة من الناس مشكر ولا جلد اي جلد تمام هرد على حضر ماشي شكرا اولا البقاء لله ثانيا هارجع واقول برضو انا مش شيخ اظهر عشان يقول حلال والله حرام احنا بنتكلم النهاردة بننجنب الانثاني اللي هو من القلب للقلب بقول كلمتين يخشوا قلبك وانت بتقولك كلمتين عشان تسمع رأيي انا اختكو يعني اللي يتكلمني النهاردة يكلمني ان احنا اخوات طيب الحاجة توفاها الله كانت مصرة جدا ان هي تطلع العمرة وبنها ما كانش راضي زي ما احنا سمعنا في المكالمة هي دي حاجة بقى بينها وبين ربنا هي كانت حاسة ان هي لازم الختم بتاعها يكون كده فاحنا مش مش هنقدر نقول هي راضي عنك ولا لأ بس انا حاسة ان انت مزعلتهاش يعني من كلامك اللي انت حكتولنا ان انت مزعلتهاش خالص ربنا جعل ختمتها حلوة قوي جعلها عيشة راضية وتوفت راضية مش كل حاجة احنا بنطلبها من لقيها مش عشان انا قلت الولدتي لأ ما تطلعيش تعملي عمرة وشايفها من وجهة نظر ان الفلوس دي تنفع للعلاج او لأي حاجة تانية فخلاص انا لازم وجهة نظر اللي تكون صح لا خالص ممكن زي ما قلتلك كده هي حاجة من عند ربنا ليها ان ختمتها تكون حلوة بالشكل ده وبعدين انت راضتها قبل ما هي تسافر وراضتها كمان لما ربنا افتكرها شفتها قبل ما تقومت دفنة فهو الموضوع كان بسيط هو طبعا الفراء صعب جدا جدا ربنا يرحمها والبقاء لله وان شاء الله ربنا يجعل حسن اختمنا زيها كده وما تزعلش يا محمد ما تزعلش ربنا شايل لك الاحسن وان شاء الله في الجنة هتتقابل انتوا لتنين بإذن الله بعد عمر طويل طبعا مش هطاول عليكم اكتر من جده هنطلع لفاصل بسيط جدا هنجيد النهاردة ضيوف حلقتنا معينا وهنتكلم بقى في كل حاجة حتى الخصة حلقتنا انتظرونا شايلينة ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ضيوف حلقتنا اللي يكونوا منوريننا النهاردة هتكون معينا استاذ دعاء مسؤول للعلاقات العامة بمؤسسة معينا لانقاذ انسان اهلا بك استاذ دعاء منوران كمان هتكون منورانه النهاردة ومشرفاني الاستاذة صارة مدير الدار الدقي بمؤسسة معينا لانقاذ انسان اهلا بك استاذ دعاء منوراني النهاردة طبعا زي ما انتوا كنتوا سمعيننا كده بقى في اول الحلقة اهلا بك اننا بنتكلم في موضوع بيهم مش اقول كل بيت احنا هنتكلم النهاردة في موضوع بيهم كل انسان كل انسان لا الدور الدورة بقى بالمطالب اللي انتم عايزينها النهاردة اللي انتم بتطلبوا بيها وكمان بالمطالب الناس اللي في الدار هي اللي بتطالب ديها هنبتدي النهاردة معنا باستاذة سارة مديرة الدار قلنا بقى اول حاجة بتقابلوها لما اتخذوا المشردين مبدأ ايه الحالة بتجيلكوا ازاي او انتوا بتنزلوا تستكشفوا الحالات دي ازاي في الشارع في البداية اول ما الحالة بتجينا من الشارع بري الانقاص بينزل بيجيبها من الشارع الحالة بتدخل عندنا اول حاجة بنبدأ ان احنا نعملها معاها ان هو بنوجهه للفريق الطبي اللي هو مكون من التمريد والمدير الطبي المؤسسي بيبدأ الحالة يخش اول حاجة على الكير الشخصي او النظافة الشخصية بيستحمعوا بيتنظفوا بيحلقوا بيبقى زي الفل والتمريد بيبص بقى في جسمه بيشوف اذا كان فيه اي جروح اي قرح اي كدمات اي اصار عمليات اصلا كانت معمولة في جسمه وبيبدأ ان هو يعمل بيها ريبورت وبيبلغ بيه المدير الطبي علشان على اساسه نبدأ نتعامل بنبدأ نعرف الراجل ده عنده امراض مزمنة ولا لأ عنده اي حاجة بيشتكي منها علشان طبعا لو عنده امراض مزمنة زي السكر والضغط والكلام ده كله لازم بنبدأ ان احنا نمشي على العلاج بتاعه لو في حاجة اكبر من ان احنا نقدر نعملها معاه او الاسعافات الاولية العادية بتبدأ دكتورة امل مدير الطبي بتاع المؤسسة بتحول طبعا على المستشفيات علشان لو في عملية او في حاجات او في كسور في حاجات احنا ما نقدرش ان احنا نعملها احنا كمان معينا صور دلوقتي على الشاشة بتوضح الكلام اللي اقصد صورها بتقوله قبله وبعد كمان بعد كده بنخش بقى على الشق التاني وهو شق الاخصائين الاخصائين الاجتماعي والنفسي بيقوموا بدور مهم جدا في المؤسسة هما بيبدأوا ان هما يعودوا مع الحالة بعد ما بيتطملنا يومين ثلاثة لان هو اصلا طبيعي بيبقى في الشارع فقد الثقة في كل الحوالين لان هما اهلوا نفسهم رموا في الشارع فهو دلوقتي فقد الثقة في كل الحوالين بنبدأ نقعدوا مع الاخصائين الاجتماعي والنفسي وبيبدأوا يتكلموا معاه يعرفوا ايه الاسباب اصلا اللي قدت ان هو نزل الشارع ايه المشاكل اللي قابلته مين اصلا اللي كان السبب في ان هو نزله الشارع ومن خلال التلام معاه والتفريغ النفس اللي بيعملوه للنزيل بيبدأ ان هو يعرفهم على اهله وعلى بيته ده لو كان نورمال المهم ممكن من خلال طبعا النزيل ومن خلال البيانات اللي هو بيدلي بيها بنعرف ان احنا نعمل حاجة اسمها دمجه اسري بنتكلم مع الاسرة وبنحل المشاكل اللي حصلت واللي قدت ان هو نزل الشارع بسببها وبنحل المشاكل دي وبنبدأ ان احنا نعمل دمجه اسري وبنرجع النزيل تاني لأهله دوات لو الحالة نورمال اما الحالة لو اب نورمال عنده زهايمر مريض نفسي مش بنقدر للأسف نتوصل لأهله ولا بنتوصل بالضبط جدا مش بنعرف نوصل لأي حاجة او اي معلومات بيفضل عندنا معزز مكرم وفيه طبعا الصفحة بتاعتنا بتاعت المؤسسة صفحة مؤسسة معنا لانقاذ انسان من خلالها بنعرض الصور بتاعت النزيل وفيه ناس بتتعرف عليه من خلال الصفحة بيبدأوا ان هم يعرفوا من خلال الصفحة وفيه ناس بتيجي تاخدوا من خلال الصفحة بتاعتنا بس احنا بنحاول نتكون لهم جوء اسري احنا عايشين في بيت عادي جدا بيت فيه طبعا هيكل وظيفة متكامل من المدير الدار المدير الطبي المستشار القانوني المستشار القانوني طبعا دور مهم جدا لان اول ما النزيل كمان بيجي لنا بنعمله محضر اثبات حالة في اقرب اسم لينا بنعمله محضر لو حد مبلغ عنه يعرف لو حد عنده زهايمر او كده بيتعرفوا عليه من خلال المحضر ومن خلال الاسم الشرطة نحنا بنبقى مبلغين ان الحالة دي عندنا بنعمل اختار في وزارة التضامن الاجتماعي بنختاره من الحالة دي برضو عندنا موجودة في الدار كل الحاجات دي والاجراءات دي لازم تتعامل طبعا والنزيل موجودة عندنا بعد كده هو احنا بنعمل ايه في يومنا الطبيعي عندنا انشطة كتير بنلعب ضمنة بنلعب كوتشينا بنتفرج على التلفزيون بنهزر بنلعب بنخرج بنروح اماكن كتير بنروح مثلا زي المنتزهات والحضائق كل سيد بناخدهم بنروح رحلة بالمناسبة بمناسبة الرحلات هم اصلا دلوقتي رحلة اصوان واستاذ حاتم زهران واستاذ شايماء وحيد هم واخدين النزلة دلوقتي في رحلة الاصوان واخدين بعض النزلة والحقيقة هي برضو الرحلة دي احقاقها للحق اللي منظمها هي وزارة التضامن الاجتماعي لا انت ما تحرناش الرحلة بقى عشان المجهود ده كله يروح طبعا بقى البشمهندس محمود لا اول بشمهندس محمود طبعا معنا هو دلوقتي جهزوه الاعداد بيقولي جهزنا في مكالمة مش هنحرقوا بقى يسارح طبعا معينا النهار ده بقى مديرة الدار عندكم مشرفانة ومعينا كمان استاذة دعاء المسئول عن العلاقات العامة هم بيمثلوك هنا بفعلا يعني الناس ايمة بشغلها جدا ربنا معاكم معاهم دول رجالتنا رجالتنا اللي شايلين بجد احنا هنا في اسوان مع جزء من المزلاء في رحلة رحلة الترفيهية للمحالات وهم شايلين الدنيا يعني في المؤسسة شكرا ليهم وشكرا بمجهودهم بجد وشكرا من حضرتك على الاستضافة مرسيل حضرتك جدا حضرتك فعلا ونعم انا دخلت الدار دي وشفت قد ايه الناس بتدعيلك في كل انترو كنت بعمله مع الناس كانت قد ايه جملة بش مهندس محمود بش مهندس محمود احنا فعلا نشوفنا المجهود انا وطاني ما بعملش اي حاجة بجد الناس اللي هيك الوزيش الموجود في المؤسسة ناس شايدين بجد حامل الجير جدا ودعم الناس اللي هي بتدعمنا هم دول الاساس وحنا من غيرهم فعلا ما ندرش نوصل للي احنا بفرحاله ده طيب تكلمنا بقى بش مهندس عن الفكرة اللي جات لك من ان انت تأسس دار او ان انت تعمل مبادرة زي دي الفكرة بدأت لما شفت مصن بلا مأوى في الشارع راجل كان ناين في الشارع 73 سنة في حدود دي وكان وضو صعب جدا كان بيتحلل وهو عايش ومن هنا جات الفكرة ان احنا نعمل كيان باهلينا كبار السن بلا مأوى لاني ما كانش في اي كيان في مصر يجب من الفئة دي فكررنا ان احنا نعمل لهم مؤسسة معنا لانقاذ انسان لرعاية كبار السن وده استخصص بتاعنا ويكون عندنا حل من الناس دي يتعيش حياة كريمة ويبقى مصر خادية من المشرفين كمان وفعلا حضرتك بالفعل عملت كده انا دخلت الدار عندكم لقيت حاجة حلوة قوي ما بين الناس لقيت فيه تعاطف ولقيت فيه انسانية ولقيت فيه تقدير وكمان رعاية واهتمام حضرتك طبعا المفروض بقى كنت تتنورنا النهاردة باسترحلة سعيدة بإذن الله وترجع لنا بألفة خيرية مش مهندس كريمة نقدر نسعة اهلين نزلة الدار احنا هنا والله عشان نساءدهم هم الأساس اه وشكرا لحضرتك وكنت اتمنى ابقى معاكي بس معانا هو اه اه اتدى دعاء واستاذ طارة اه يعني هيقوموا بالمهم طبعا كلمنا بقى عن دور الجايزة اللي حضرتك خدتها اه جايزة بس النوع الامل دي جايزة اه بيعملها سماو الشييف محمد بن راشد المكتون رئيس وزراء اه الامارات وحاكم دبي اه ودي جايزة تتعمل لأقصى العمل خيري على مستوى العالم العربي اه كان مشترك فيها سبعة وثمانين الف اه مشترك على مستوى اه اه الدول العربية كلها تمام والحمد لله بتوفيق ربطنا وبدعم الناس لنا اه اه ادفت احصل على المركز الاول من سبعة وثمانين الف اه اه طانعا الحمد لله مبروك ليكي الجايزة باش مهندس حضرتك تستحقها وبجدارة فعلا عم اللهي باركيك يا اللهي باركيك شكرا لحضرتك جدا شكرا لحضرتك شكرا ادارة هناك انا لقيته اخ ولقيته صاحب ولقيته قب لناس كتير هناك اه نتمنى ان احنا يكون عندنا ملايين زي باش مهندس محمودة هنرجع تاني بقى لضيوف فقرتنا النهاردة وهنرجع بقى تاني لأستاذة دعاية احكي لنا بقى دور العلاقات العامة في المؤسسة دور العلاقات العامة في المؤسسة هي اولا واخرا انتشار الفكرة او ان احنا نؤمن ان فيه ناس في مصر او في حياتنا يستحقوا ان احنا يعني نديهم زينا بالظبط انت لسه ايدها في اول البرنامج كنت بتسمعيكي ان احنا في اول حاجة في حياتنا لما بنشوف الناس دي بنخيف الريحة بتبقى فظيعة عارفة انت احنا كنت كده يعني انا بالناس دي كده لحد اما انا قربت منهم لأ هما ناس كانوا زينا بالظبط زينا بالظبط يعني لا اختلاف في حاجة ولا هما مثلا ربنا خلقها ليهم جزء لا هما زينا بنا قدمين لهم ظروفهم الخاصة اللي استاذة صار قريت عليها ان هو بيحصلهم صدمة في حياتهم بتقدي بهم ان احنا يبقوا في الشرع للأسف الدولة مش بتديهم حقهم كاملة لما بنجي ناخدهم ما فيش اوراق فيش عربية اسعاف ممكن تاخدهم عشان مجرد ممكن يسيبوا يموت لمجرد ان هو ما عندوش اوراق ثبتية بتثبت ان هو بني ادم من حقه يتعالج ممكن يموت عادي ما فيش مشكلة احنا بنحاول نطور الفكرة بنحاول نجزب الناس لنا على قدم ما نقدر لان لازم كلنا نعرفهم وكلنا نساعدهم وكلنا نمدي لهم مدينا ونخدم على قدم ما نقدر بش مهندس محمود وستاذة صارة وستاذ حياتم وستاذ شايماء كل الناس في المؤسسة بصراحة ايمين بيدورهم على اكمل وجه اللي هو ما فيش اي حاجة تحس ان انت ايه في مؤسسة انت في بيت انت في بيت انت لست اي لا احنا احنا في بيت مش في مؤسسة حتى الناس لما بيجينا مشاهير بيجينا مشاهير كتير جدا جدا يعني لسا كنا عاملين من قريب جدا حافظ راس السنة جيش شوية يعني مشاهير مشاهير ما شاء الله عليهم الناس كلها جات ومبسطت جدا فيه دعم لو ما فيش دعم من الدولة وحتى الدولة حطت الدار دي كميكروسكوب ففيه دعم من الفنانين صح كده صح كده الدعم بيبقى معناوش يعني خلينا نتكلم ونوضح اكتر دعم دعم مادية يعني دعم المادي اولا واخيرا بيبقى من اهل الخير المؤسسة قائمة كلية وجزئين على تبرعات اهل الخير الدولة يعني زي ما اصدر صار قلت الوزارة التضامن في تعاون وكل حاجة بس هي المؤسسة قائمة كلية وجزئين على تبرعات اهل الخير بنحاول واسع الفكرة يعني نعمل ان النصاب بتاعنا يبقى على كل محافظات عندنا فرق انقواص في كل المحافظات بتاعتنا عندنا متطوعين في كل المحافظات عايز اقولك ان احنا بيجينا على الهوتلاين انا قديتهم الرقم بتاعنا ان هو يعني الهوتلاين بتاعنا ما بيبطرش الناس كلها عايزة تساعد الناس كلها عايزة اه كل الناس في حالة في الحتة الفلرية تعالقوا دوها اه اه جدا احنا بتمنى ان احنا نمشي في الشارع ما نلاقيش اي مشاركة احنا حلمين اده عايز اقولك ان هو انت نفسك يعني انت تفتح جدا واللي هو انت لما بتشوفي حالة دلوقتي ايه ده مؤسسة معانا الانقوز انسان يعني عارف انت دلوقتي زمان كنا بنشوف ما فيش حاجة بنعمل يعني هنعمل ما فيش حاجة مش قادرين نعمل حاجة بنخف في ناس للأسف بتقرف ما فيش حاجة دلوقتي لقى فيه فيه بنقول نعمل ايه الناس بتتكلم لو شفنا حالة نقدم لهم ايه طب لو شفنا حالة طب نجيبها لكم طب لو شفنا حالة مش عارفة في الحتة الفلانية طبعا هو فيه شق يعني كذا شق عندنا المتسورين والمشردين والمرضى النفسين يعني احنا عندنا كذا شق بنتعامل معي احنا بدي اخد المشردين اللي هم مش المتسورين لا مش المتسوردين بس عشان نفهم المشردين 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 غير المتشردين المشردين اللي هم من غير مقوى ما عندهمش اهالي ما عندهمش رعاية ما عندهمش بيوت المتشردين اللي هم المتسولين فكده معينا بقى طبعا مش قادر اقول ان الحلقة بتاعتنا المفروض كانت تبقى اطول من كده ولكن طبعا وقتنا بيجري بسرعة جدا فبنشكر أستاذة سارة بنشكر أستاذة دعاء بنشكر بشمهندس محمود رئيس مجلس إدارة معنا لإنقاذ إنسان بإذن الله هنعمل حلقات كتير جدا عن الموضوع ده لأن الموضوع ده نشخلص في حلقة أولا 2 ولكن أشوفكم على خير بإذن الله في حلقات جديدة ويا رب صوتنا النهار ده يوصل لكل أهالي الخير مش للدولة بس مطالب الناس دي بسيطة جدا 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 مطالب الناس دي بتقول لكم دلوقتي إحنا عايزين كل حاجة زي ما قلت لكم وقتنا بقى مش هيسمح فتابعونا على السوشيال ميديا البرنامج بتاعنا وكمان على أرقامهم وأي حد عنده حالات من النوع ده أو شافها يتوصل معاهم وكمان يتوصل معانا لو معرفش يتوصل معاهم يتوصل معانا من خلال البيتج بتاعنا بتاع البرنامج شكرا لكم وشوفكم في حلقة جديدة من أول استطر